أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذا أبرز عنوانها احتجاج جزائري على منتخب المغرب قبل انطلاق الكان تسعر وسائل علام جزائرية في كل مناسبة على مهاجمة الأسود وربان الجامعة فوزي لقجع وذلك في حلقة أخرى مسلسل البكائيات المستمري حيث اتهمت الكاف بالسماح للمنتخب المغربي إجراء مقابلة ودية ضد نظيره السيراليوني على أرضية ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو الذي سيكون مسرحاً لمقابلات الأسود خلال الدور الأول من بطولة أمم إفريقيا بالكود ديفور في ذات السياق تناقلت العشرات من الصفحات الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة موحدة جاء فيها فضيحة مدوية كيف للمغربي أن يلعب في ملاعب كود ديفور قبل الكاني في إشارة إلى أن المغرب سيواجه منتخب سيراليون ودياً على أرضية ملعب لوران بوكو في سان بيدرو يوم الحادي عشر من يناير الجاري واستغرب نشطاء مغاربة هذه الحملة الجزائرية غير المبررة مشيرين إلى أن قوانين الكاف لا تمنع ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر